شايماء كانت ضيفة عندي مبارح أنا متأكدة أن أكيد الجزر بتفرج على دلوقتي قولولي اسمه يا جماعة من فضلكم شايماء كانت ضيفة عندي مبارح وكانت بتشتكي آه محمد مأمون الأستاذ محمد مأمون طبعا زوجها أيوة أيوة زوجها الأستاذ محمد مأمون حضرتك طلبت بحق الرد عشان شايماء كانت معانا مبارح طبعا حضرتك ليك حق الرد وهخليك ترد على فكرة بس أنا معرفش مين فيكو غلطان هي جات مبارح واشتكت بس أنا عايزة الشيخ يقول لك كلمة في مشاكل ما بين راجل أمراته نعم تمام بغض النظر عن مين غلطان هي بتقول أن هم تعدوا عليها هو وأهل وكذا وكذا وبدون في التفاصيل أنا معرفش هو بقى وجهة نظره إيه لكن مخلفة بنت منه عندها ستة شهور هل ينفع ياخد البنت منها بالعافية ويمنعها من هي تبقى في حضن مامتها لو رجعنا إلى ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصلنا إلى هذا الأمر الحضانة حق للأم هي التي تكون بإرضاع الطفل أو الطفلة كيف أحرمها من هذا الأمر ده الإسلام جعل هذا الحق لها طيب ولو ممتو فرض عليه أنه هو ياخد بنته من أمها بالعافية لا فرض عليه بقى يوم محتاجين الكل يقعد معا طيب أنا بقولك لو لا أصلي لو هنقعد معاهم الحكم على الشيء فرع عن تصوره الأستاذ محمد سعيد عفوا جزء اسمه الأستاذ محمد سعيد الحكم على الشيء فرع عن تصوره أنا بقول لحضرتك بيلاقي كلام الواقع كلام تاني لا بس إحنا مسكين إحنا متأكدين أن البنت متاخدة منها دلوقتي تمام وهي معاها حكم ضم ودي بنت رضيعة نعم هل ينفع هل في حاجة تقول أن أنا أخد البنت من أمها لا في هذا الأمر لا بس بغض النظر عن مين غلطان لكن إحنا عايزين نعمل إيه إحنا تعلمنا في الواحدة نعمل إيه ما نوقفش عند المشكلة أدور على الحل دايما أدور على الحل عشان أصل إلى التكامل الصحيح حضرتك أكيد شفت ده في بيوت كتير تمام العيال اللي ملهومش أم بيت نطوره في كل بيت شوية حتى لو هو بيت عيلة تليه شوية عند بيت أخو أكيد شوية عند أم وشوية عند فين وبهدلها ليه ما كانها في حضن أمه سواء الردت أو مردتش ما كانها في حضن أمه فإنه أنت تاخد طفلة من أمها أنت مش بس بتيجي على والدتها أنت بتيجي على بنتك ما فيش حد هيعوضها حنان ما ميتها إزاي بتفكر كده إزاي العند بيوصلنا لكده هما ما زالوا مرتبطين ما عرفش ما زالوا مرتبطين ولا لا أعتقد آه ما زالوا مرتبطين لكن هو بيفكر في زوجة تانية وهو لسه عنده طفل يببا القضية متهية إحنا إن شاء الله عندنا في وحدة لم الشم قاعد حضرك إن شاء الله الموضوع كل حد ياريت إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله ترجمة نانسي قنقر